هذه خمسة شروط جعلها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى لوجوب الكفر قال الشرط الأول كون الحالف مكلفا فالحالف إذا كان غير مكلف كالمجنون ما حالفه لا أثر له ما يقال له كفر أو يكفر من ماله لأنه مجنون لأنه مكلف الصغير طفل صغير أمره تسع سنوات عشر سنوات مثلا حلف وما سوى شيء قال والله العظيم ما نرح المدرسة ما رح هو رحم المدرسة كلموا هذا رحم المدرسة أتجلسوا أمو ابوه الحين شلون حين كفارة لا ما في كفارة لأنه غير مكلف إذا لابد أن يكون مكلفا حتى تجب عليه الكفارة إذا يعني حنث في حلفه الثاني أن يكون مختارا إذا أكره الإنسان لا كفارة عليه يعني إنسان قال والله لا أدخل بيت فلان لا أدخل بيت فلان حلا يا فلان ذكر الله والله ما أدخل فأخذوا حملوه بالقوة وأدخلوه في البيت لا كفارة عليه لماذا؟ أنه دخل غير مختار دخل غير مختار قال والله لا أشرب الماء فأخذوه ربطوه واشربوه الماء واصلوا والله لا أوقع أكرهوه على هذا المهم أن يفعل الشيء مختارا فإذا فعله مكرها فإنه لا كفارة عليه لأنه ما حنث في يمينه قال ما سوه ما سوه لكن أجبره على هذا و أكرهه على هذا الفعل قال كونه قاصدا لليمين قلنا قبل قليل لليه اليمين لغو إذا لم يقصد اليمين قال فلان أجلس قال والله أنك تجلس هذه ليست يمينا لأنه جاءت على سبيل لغو ما قصدها إذا قال لا تحلو قال لا أقسم بالله أنك تجلس هنصارت يمين منعقلة قال والله ما أكل والله ما تدفع والله ما تروح والله ما تجي هذه يمين اللغو كما قالت عائشة رضي الله عنها هي قول الرجل والله لا تجلس والله لا تذهب والله لا تفعلن وهكذا هذا يمين لغو لأنها تخرج على اللسان بدوني أصل الرابع كونها على أمر مستقبل ويزاد عليها ممكن الحدوث أمر مستقبل ممكن الحدوث لأنه إذا كانت على أمر ماض هذه صارت يمين غير منعقلة اليمين منعقلة لابد أن تكون على أمر على أمر مستقبل إذا كانت على ماضي واحدة من الثنتين إما صادق وإما كاذب إن كان كاذبا فهي اليمين الغموس وإن كان صادقا فهي اليمين الحق حلف والله أمس أنا أكلت كذا أمس ذهبت إلى هذا المكان واحدة من الثنتين إما صادق وإما كاذب إن كان صادقا فهذه يمين صحيحة وإن كان كاذبا فهذه يمين كذب قموس لا يترتب عليها حكم فاليمين اللي ترتب عليها كفارة هي اليمين اللي تكون على أمر مستقبل وإيش أمر مستقبل ممكن أمر مستقبل ممكن الحدوث أما إذا كان أمر مستقبل غير ممكن الحدوث هذا لغو لا ما هي مين منعاقدة أبدا يعني مثلا واحد حلف على واحد قال والله غدا سأقلبنك حمارا هذا لا يمكن الحدوث هذا لغو غير مين غير منعاقدة وهذه يقول كفر عني ما صار حمارا ما صار حمارا والله غدا سأجعلك تطير مع الملائكة أو مع الطيور أو مع كذا ما يمكن فهذا لغو إذا لا بد أن تكون على أمر مستقبل وعلى أمر مستقبل ممكن الحدوث أمر مستقبل ممكن الحدوث قال الخامس الحنث لأن إذا ما حنث ما عنده مشكلة قال والله لأذهبن غدا إلى فلان ذهب إلى فلان خلاص نفذ ما حلف عليه إذا هذه تمت لكن قال والله لأذهبن غدا إلى فلان فجاءه شخص قال لا تذهب تجلس تعب كذا جلس ما ذهب هنا صار إيش حنث في يمينه فهنا عليه الكفار إذا حنث في يمينه أو قال والله لن أذهب إلى فلان أو لن أكل هذا الطعام ما أكل يمينه التزم بها أكل نقول حنث في يمينه إذن إذا فعل ما حلف على تركه يحنث إذا ترك ما حلف على فعله يحنث لكن إذا كان مكرها قلنا لا يحنث كذلك إذا كان جاهلا مثلا قال والله لا أدخل بيته فلان حلف والله لا أدخل بيته فلان فقال له واحد خلص لا تدخل بيته فلان تعال تعال عندي هذا بي عنده أدخل الصار أثر بيت هذا ملتصق بيت هذا وأدخله على بيتي بدون ما يعلم وهو جاهل فلما جلس قال ها أنت حلفت لا تدخل بيته فلان قالي نعم والله لا ندخل قال أنت في بيت فلان قال كيف قال أدخلناك بطريقة ملتوية هل نفاتحين بيننا جدارا وأنت الآن دخلت بيته فلان إذا استق قال لا وحكت عليها يحنث إذا خرج لا يحنث لماذا لأنه أدخل بغير إرادته بغير قصده فإذا إذا حلف على شيء وحنث به فإنه تكون يمين منعقدة ويلزمه أو تلزمه الكفارة طيب هناك شرط سادس لم يذكره المؤلف وإن كان ذكره في البداية وهو أن يكون الحلف مشروعا أن يحلف بالله أو بأسمانه أو بالصفاته لأنه لو حلف قال والكعبة لن أكل عند فلان ورح أكل عند فلان مختارا قاصدا كذا ما يحنث لماذا لأن أصلا اليمين غير منعقدة اليمين غير منعقدة لأنه حلف بالكعبة ولم يحلف بالله أو بأسمائه أو بصفاته نعم